السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يا رب تكونوا بقى الفخير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحققة لكم كل اللي انتم بتتمنوا نهاردة جايين نتكلم عن طريقة حفظ البيض المخصب في الصيف لو هتكلمني حضرتك عن الشتاء فانك تحفظ البيض المخصب في الشتاء لشيء سهل جدا على فكرة مش هابلك مشاكل فيه لانه في فصل الشتاء درجات الحرارة المنخفضة يعني بتنخفض لدرجة انها تصل للدرجة المثالية اللي تحفظ على البيض في درجة مثالية تحفظ بها على البيض تماما نتكلم عنها واحنا بنحكي عن طريقة حفظ البيض في الصيف درجة مثالية دي انت بتصل لها في الشتاء فانا مش بكلمك دلوقتي على الشتاء اللي هو قرب يخلص اصلا المشكلة بتكمن في الناس اللي عندها كمية بيض وكمية البيض دي هتدخل بقى في فصل الصيف وهيشيلوها شوية ومحتاجين ان هم يستخدموها بعد فترة من الزمن في الترقيد او التفقيس وتكون صالحة للترقيد والتفقيس ازاي تحفظ البيض ده ده موضوعنا لكن ابل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة والبأول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول تمام كل ما هناك يا جماعة انه درجات الحرارة هي الغذاء الرئيسي للبذرة اللي في البيضة درجة الحرارة ودرجة الرطوبة والعوامل الجوية والبيئية هي دي الحاجات اللي بتغذي البذرة هي دي الحاجات اللي بتخلي الجنين يكبر او البذرة تتحول لجنين والجنين يكبر يوم بعد يوم فبدون درجة حرارة مفيش تفقيس لذلك الفرخة وهي بترقود على البيض بترقود على البيض علشان خاطر تدف البيض علشان خاطر توصل البيض لدرجة حرارة معينة تلاقيها كده ايه نفشة رشها واجنحتها ويرقدة على البيض مغطية البيض كله علشان خاطر البيض كله ياخد درجة حرارة كويسة وتلاقي دايما البيض اللي بيأخر فيه عملية الفقس هو البيض اللي من الاطراف لو هي مش مغطية البيض كويس لو الفرخة مش مغطية البيض كويس ومدفيها كله تلاقي البيض اللي من على الاطراف مالو البيض اللي من على الاطراف ما تفيش كويس ما خدش دافق كويس فتلاقي بيأخر في التفقيس بتاعه واحتمال يبوز اصلا والكاتكوب ما يطلعش لانه ما تدفاش كويس فدرجة الحرارة هي الغذى الرئيسي للجنين ما تصدقش اللي يقولك ان الجنين ده بيتغذى بقى على المحي بتاع البيض وياخد الغذى بتاعه من جوا ده الغذى الفيسيولوجي او الغذى المادي اللي بيتاخد لكن في الاساس هو محتاج درجة حرارة مناسبة علشان يكبر داخل البيضة فبما ان درجة الحرارة هي المؤثر الرئيسي في عملية التريد والتفقيس فهي كذلك المؤثر الرئيسي في عملية حفظ البيض قبل عملية التريد والتفقيس ليه؟ لان انت لو دخلت البيض في درجة حرارة ممثلة لدرجة حرارة التريد والتفقيس انت كده دخلته في عملية التريد والتفقيس انما لو دخلت البيض في درجة حرارة اقل شويتين ثلاثة من درجة الحرارة دي وديته عوامل بيئية تخلي الجنين او البذرة محتفظ بيهم جوة البيض محتفظ بيهم يعني ايه؟ يعني يعني تحافظ على كل البذور اللي جوة البيض وكل الاجنة اللي جوة البيض سالمة سالمة وما دخلتش او حتى ما بدأتش في مرحلة تفقيس او تريد لان المشكلة كلها بتكمن في ايه؟ بتكمن ان درجة الحرارة تعلى فالبيضة والبذرة بيبقوا مش عارفين هما كده دخلين مرحلة تريد وتفقيس خلاص يكبروا ولا مش دخلين بتبقى درجة الحرارة عالية بس ما وصلتش لدرجة الحرارة مثالية اللي هي 37 وكسر لدرجة الحرارة مثالية بتاعت تريد وتفقيس فلما بتسيب البيض كده في الصيف مثلا في الاروقة مش متغطي مش مش في التلاجة بتسيب البيض كده هو بيواخد درجة حرارة الجو اللي هي بتبقى 30 32 33 وانا ديرا لما بتوصل ل37 فانت بتسيبه كده فبيبوز لانه البيض بيبقى مش عارف فهو كده في تريد وتفقيس فيكبر الجنين ولا هو كده محتفظ به في درجة حرارة قليلة لذلك عليك انك تكون عارف درجات الحرارة لان هي اللي هتزبط لك كل حاجة تمام هي اللي هتزبط لك كل حاجة درجة حرارات التريد والتفقيس بتعدي 37 وكسر حلو درجة مقوية انما درجة الحرارة اللي انت محتاج لها عشان تحفظ البيض هي درجة حرارة 15 15 تمام انت محتاج ان انت تحافظ على البيض بدرجة حرارة 15 في فصل الشتاء الموضوع بسيط خالص كل اللي عليك ان انت هتجيب كارتونة البيض كارتونة البيض دي اللي هي ايه اللي انت بتشتري فيها البيض تمام وتخزن البيض في الكاراتين بشكل كويس تمام وبطريقة مناسبة تمام وبعد ما تخزن البيض كويس هتلف الكارتونة البيض دي كلها بايه هتلفها بقماش من القطن او قطن او اي حاجة تمام وتحطها في اي مكان عندك انت ضامن ان درجة حرارته لان تتعدى الخمستاشر تحطها في اي مكان الطريقة دي تنفع في الصيف بس هتحط طبعا البيض المغلف ده في درجة تلاجة من تحت عشان تضمن درجة الحرارة دي انما في الشتاء انت ممكن تخلي البيض تمام تحت درجة حرارة 15 لمدة 20 يوم لمدة 20 يوم تخليه على طول كده ايه لمدة 20 يوم تحت درجة حرارة 15 تضبط انت بقى درجة الحرارة دي تمام تضبط انت درجة الحرارة تجيبها بقى في تلاجة تجيبها في قوضة فيها درجة حرارة مناسبة مش هارفين بس برضو هتضبط معاها حاجة تانية وهي درجة الرطوبة درجة الرطوبة خد بالك درجة الرطوبة 75 درجة ولما تيجي ترس البيض بتخلي الطرف بتاع البيض الرفيع من تحت والعريض من فوق الرفيع من تحت والعريض من فوق تمام ليه بنعمل كده بنعمل كده علشان خاطر العريض اللي من فوق ده فيه الجزء بتاع الهوى الجزء اللي انت لما تيجي تسطلق بيضة وتقشرها بتلاقي الحطة العريضة كده فضية من فوق فيها هوى الغرفة الهوائية دي مهم ان هي تفضل من فوق مهم جدا 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 ابعد ما تتخيل عشان تحافظ على البذرة وتحافظ على ايه البيت كويس فهتخزن البيت بالشكل ده سواء صيف او شتاء المهم تكون درجة الحرارة 15 المهم تكون درجة الحرارة 15 لانه ببساطة شديدة درجة الحرارة الـ 15 دي هي اللي هتنجح لك العملية كلها بإذن الله وهي اللي هتزبط لك كل التفاصيل بحيث ان البيت يفضل صالح اللي هي عملية الترقيد فترة اطول فترة اطول تعرف تستفيد به فترة اطول تمام? وفي الصيف زي ما قلتلك انت في الصيف مجبر انك تحط البيت ده كله في درجة تلاجة من تحت عشان درجة الحرارة فيه بتكون حوالي 15 درجة درجة م它وي انما في الشتاء انت شوف بقى شوف انت درجة الحرارة 15 في ان هو مكان لو درجة تلاجة انت برضو ضمن ان هو هيكون درجة الحرارة في 15 حط في درجة تلاجة لو عندك مكان بتعرف تزبط في درجات الحرارة. اي مسلا فقاسة كهربائية بتزبط فيها درجة الحرارة. فبدلا ما تحط درجة الحرارة سبعة وتلاتين وتبدأ في يعني عملية الترقيد. لا تخلي درجة الحرارة ايه? ترجع ليها خمستاشر. تخلي درجة الحرارة خمستاشر. تمام? وتخلي درجة الرطوبة خمسة وسبعين. تزبط كل التفاصيل دي ويقعد معاك البيض عشرين يوم صالح للترقيد بإذن الله. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو. اشترك في القناة. تفعل زر الجرس. عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة والباول. ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.